تواصل الميليشيات الإرهابية سطوتها على العاصمة طرابلس في الظل الفوضة العارمة التي تشحدها ففعال الخطف والابتزاز والسرقة والقتل ليست بغريبة على الجماعات الإرهابية التي تهيمن على العاصمة فظاهرة اختطاف السياسيين والمسؤولين الحكوميين وابتزازهم ما تزال مستمرة في طرابلس منذ عام 2011 فاختطاف رئيس الحكومة السابقة علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني العام منتهي الولاية نوري بوسحمين وغيرها من الحوادث الأخرى حليست ببعيدة نهيك عن حوادث الاقتحام والتهديد بالسلاح للمؤسسات السيادية مثل مقر المؤتمر الوطني السابق ومقر مجلس الوزراء وآخر هذه الانتهاكات اختطاف مسؤول الأمن القومي لفايز السراج المدعو تاج الدين الرازقي صاحب اليد الطويلة في ردهات مركز اتخاذ القرار بالعاصمة وعراب حكومة الصخيرات حيث كان وراء التغييرات الوزارية التي طرأت عليها كما حاول استغلال منصبه لتعين نفسه مديرا لجهاز الاستخبارات العامة وبحسب مصادر مقربة من حكومة الصخيرات فإن عملية الاقتطاف تمت من قبل ميليشيا الصمود التابعة للارهابي المطلوب دوليا صلاح بادي بادي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا والمدرج على قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب منذ نحو عامين والمفصول من سلاح الجو الليبي عام 1992 كان أحد القيادات البارزة بالمجلس العسكري مصراتة أبان أحداث عام 2011 يدخل بعدها معترك السياسة ويحصد مقعدا بالمؤتمر الوطني السابق حيث كان عراب القرار رقم 7 القاضي باشتياح مدينة بن وليد وهو أحد مؤسسي ميليشيات فجر ليبيا التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي أحرقت مطار طرابلس الدولي عام 2014 وتسببت في توقف العمل فيها وقد شارك في أغلب الاشتباكات التي شهدت العاصمة طرابلس في السنوات الأخيرة أخيرة التي وقعت صائفة 2018 أسفرت عن مقتل 120 شخصا أغلبهم من المدنين ولا يزال بادي والميليشيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية يستمرون في جرائمهم من خطف وقتل وتجنيد للشباب والتغير بهم لقتال الجيش الوطني الذي يمضي لتحرير العاصمة من الاحتلال التركي والجماعة الإرهابية والميليشيات المسلحة لقناة ليبيا الحدث محمود بن مصباح